ايوا تفتكروا الكلمة الوحشة اللي انتو بتقولوها كلمة كده خلاص وانتهت ده الكلمة دي كده عبارة عن بزرق انت زرعتها او انت زرعتها ولسه لها حصاد اسمع كده قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاز بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاز امسك عليك هذا واشاره الى لسانه فقال معاز يا رسول اوانو اخذ بما نتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكلتك امك يا معاز وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم اسمع كده النبأ ليه؟ الحصائد ولم يأكل كلماتهم الحصائد ألسنتهم ولم يأكل كلماتهم معنى كده انتوا عارفين الحصائد ده يعني ايه؟ كأن احنا زرعنا كده بزرة والبزرة دي بتنبت وتكبر وبعد كده في حصائد للنبات اللي احنا زرعنا ده ايه الكلمة اللي احنا بقى بنقولها احنا ممكن نكون شايفينها كلمة صغيرة عادي يعني ولكن ممكن ينتج عنها حاجة كبيرة قوي الاخت اللي بتشوف واحدة محجبة ولسه لابس الحجاب جديد دي تقول لها ايه اللي انت عاملة في نفسك ده ده انت كده مكبرة نفسك او ده الحجاب شاكل وحش عليك اوي الكلمة دي ممكن ينتج عنها ان البنت دي دايق من نفسها وتدائق من الحجاب فتخلع الحجاب فبسبب كلمة منك خلتها تخلع الحجاب ربك لما لا نلقي لها بالا انتهوي بنا في النار سابعنا خريفا احذروا من الكلام احذروا ان لساننا هو يكون سبب دخولنا النار وان يكون سبب ضياء عملنا الحسب ان احنا عملناها كلها وفي النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي وتكسروا من الصلاة على اي حتى تنجبها في الدنيا والاخير